سريعا وقبل أن تتكشف بعض الأسرار كي لا ترى عين ما جرى في عين الأسد وعين الأسد العراقية فقئت بصواريخ إيرانية وتقطنها قوات أمريكية هكذا تخرج الرواية بعدما خلفته صواريخ إيران في أكبر قاعدة أمريكية على أرض عراقية أيضا اغتيال سليماني والمهندس بصواريخ أمريكية في بداية 2020 بمطار بغداد المطار عراقي أيضا لكن لعبة الغموض التي تجيدها أمريكا وتحديدا يجيدها رئيسها ترامب الذي اترك غضبا وسخطا شعبيا وعالميا في كل مرة يكذب فيها أو يفبرق الحقائق أيضا هي إيران التي قالت إنها قتلت عشرات الأمريكان في القاعدة ثم قالت إنها لم تهدف لقتل أي جندي ثم يأتي النائب الأول لرئيسها فيقول إنها ضربة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية أين الحقيقة؟ يجيب العراقيون بإيمان قاطع لا حقيقة عند أحد الحقيقة الثابتة أن العراق يقصف والموت مستمر اليوم تثار ردود الفعل حول إصابة أحد عشر جنديا أمريكيا بارتجاجا في الدماغ نتيجة الضربة الإيرانية التحالف الدولي وخلية الإعلام الأمني ينفذين جولات ميدانية للإطلاع على أثار الضربة الإيرانية وزيارة الفرقة السابعة البنتاجون تضبط تصريحاتها تنفي أنها أرجأت نشر معلومات عن جنودها بل أن مثل هذه الفحوصات تقول إنها تحتاج لمزيد من الوقت لم تنتهي القصة بعد إذ تبقى بين كل تلك الصواريخ والحسابات ومع كل غياب الحقيقة من قتل أو من قتل أو من لم يقتل تبقى تصفية الحسابات بذماء العراقيين وعلى أرضهم